تصعيد أم ترهيب أم استعراض للقوة؟ كلمات يمكن أن تصف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وجنوبه ليحصد في طريقه المزيد من أرواح اللبنانيين وأمنهم واستقرارهم رئيس بلدية النبطية أحمد كحيل وخمسة من موظف البلدية هم ضحايا إحدى عشرة غارة إسرائيلية استهدف بعضها مباني حكومية بالنبطية ومحيطها غارة طيران الاحتلال الحربي التي رسمت حزاما ناريا على مدينة النبطية ومحيطها في الجنوب اللبناني أقرب مثال عملي على تعنت الاحتلال وتمسكه بعدم الرغبة في العودة إلى الهدوء وهو تعنت لا يتعلق فحسب بالتزامها بالقوانين الدولية لكنه تعنت طال حليفتها الولايات المتحدة أيضا التي عارضت بشكل واضح وصريح توسيع نطاق الهجمات الإسرائيلية في لبنان مع ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين وترد الأوضاع الإنسانية وكعادته زعم جيش الاحتلال عقب كل خطوة ينتهك بها القوانين الإنسانية أن غاراته على النبطية استهدفت مباني عسكرية ومستودعات أسلحة لحزب الله ما تشهده الصاحة اللبنانية من تطورات يقابله تحذيرات دولية من اندلاع حرب إقليمية شامية ومع ذلك لا تزال تل أبيب تصم آذانها وتأبال استماع لصوت العقل والسلام